بسم الله الرحمن الرحيم أبناء وبناتي طلبة وطلبات المدارس الثانوية الزراعية أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وطلبة الصف الثاني برنامج فني إنتاج محاصيل الحق إن شاء الله في حلقة اليوم أبناء وبناتي سوف نتحدث معه عن جزئية مهمة جدا وهي التقاوي والتقاويدية هي جزء من وحدة معاملات ما بعد الحصار إن إحنا كنا أخذنا معاملات الحصار وعرفنا إن هذه الوحدة بتتكون من مخرجين اللي هو يحصد المحاصيل يدويا ويتابع تشغيل آلات الحصار أو يحصد المحاصيل آليا بعدين اتكلمنا بعد كده على محدة معاملات ما بعد الحصار إحنا أخذنا فيها تجهيز المحاصيل حقليا وتخزين المحاصيل طبعا إحنا بنتكلم في محاصيل الحقل وإحنا عارفين إن جميع محاصيل الحقل تعتبر محاصيل استراتيجية لما لها من أهمية كبيرة جدا وعلاقة وسيقة جدا بالدخل القومي لأن إحنا عندنا محاصيل الحقل كلها محاصيل تقبل التخزين وتقوم عليها كثير من الصناعات الغذائية وإحنا درسنا خلال العام الماضي بالنسبة لسنة تانية أبنائنا سنة أولى درسنا محاصيل كثيرة جدا من محاصيل استراتيجية زي محاصيل الأمح زي محاصيل الشعير زي محصول الزرة الشامية زي محصول الأرز هذه المحاصيل استراتيجية لأنها بتكون علاقتها علاقة وسيقة بإحتياجات الإنسان علشان كده إحنا دائما حينما نتعامل مع ممارسات إنتاج هذه المحاصيل فإحنا بنزود أبنائنا الطلبة بجميع المعارف التي تكسبك المهارة التي من خلال هذه المهارة تصبح طالب جدير تكتاز التقييم بتاعك لأن احنا قلنا أن الإطار بتاعك بصفة عامة يشتمل على مجموعة من الأنشطة هذه الأنشطة تحتوي على مجموعة من الواجبات أو الوحدات وكل وحدة تشتمل على مجموعة من الجدارات أو المخرجات المخرج التعليمي يتكون من مجموعة من معايير الأداء اللي هي في الأصل مهارات أنت بتتعلمها في بيئة التعلم هذه المهارات علشان تكون قادر على آداءها وفق معيار الأداء لابد أن تكتسب مجموعة من المعارف هذه المعارف التي نقدمها لك من خلال شاشتنا شاشة قناة مصر للتعليم الفني نحن النهاردة بنتكلم مع بعض على التقاوي والتقاوي موضوع مهم ليه؟ لأن التقاوي هي الجزء الذي يتكاثر به المحصول وطبعا أنا أقول لكم محاصيل حق لمحاصيل استراتيجية لأنها بتمس احتياجات الإنسان مباشرة تتعلق باحتياجات الإنسان سواء محاصيل تستخدم فيه إنتاج الخدز زي محصول الأمح بيدخل فيه إنتاج الخدز وإنتاج المخبوزات المختلفة بمختلف أنواحها محصول الزرار الشامية أيضا يستعمل في ذلك الغرض كما أنه يستعمل فيه تغذية إنتاج علائق الطيور والحيوانات بالنسبة لمحصول الأرز نفس الشيء وأنه محصول من محاصيل الحبوب الرئيسية التي تستخدم فيه تغذية الإنسان محاصيل تانية زي محاصيل السكر اللي هو زي محصول بنجر السكر وأصب السكر تقوم عليها صناعات كثيرة جدا زي صناعة السكر وصناعة الملاس وصناعة الورق وصناعة الخشب كل دي صناعات تقوم على المحاصيل الزراعية ومن هنا بتتضح لنا أهمية المحاصيل الزراعية وأهمية اهتمام الدولة بأبنائنا من طلبة التعليم الفني الزراعي الزراعي لكي نؤهلكم للالتحاق بفرصة عمل حقيقية من خلال فرصة العمل ده أنت بتشارك بمجهود إيجابي بتكون لك دور إيجابي في بناء آآ وطنك وفي أيضا في أنك أنت بترتقي بداخلك وبتحسن من مستوى داخلك ليه؟ لأن العمل الزراعي بيثمر أساسا على على بيثمر ليه عن حاجتين اثنين مهمين جدا وهو عن أنك أنت بتنتج آآ مجهود إذن المجهود بتاعك بينتج آآ شيء مثمر بينتج محصول المحصول ده بينتج خلال فترة معينة اللي هو الموسم الذي آآ آآ ينمو فيه المحصول سواء هذا الموسم شتوي أو موسم صيفي هناك محاصيل تنقسم من حيث مواصل الزراع إلى محاصيل شتوية وهناك محاصيل صيفية آآ وتختلف أيضا المحاصيل من حيث مدة المكس بتاعها يعني فيه محاصيل بتقعد أربعة إلى خمسة شهور فيه محاصيل تمكس في الأرض ستة شهور اللي هي المحاصيل الحولية محاصيل تقعد في الأرض أكثر من تسعة أشهر زي محصول الأطل فيه محاصيل معمرة بتقعد في الأرض فترة طويلة حوالي ثلاثة إلى أربع سنوات زي محصول قصب السكر آآ لا ننسى أن نذكر من ضمن المحاصيل الهامة جدا محاصيل استراتيجية لمحصول الأطل محصول الزور الشمال لأنه بيصنع منه العلائق والحيوانات ويصنع منه الزيت أيضا محصول السمسل محصول دوار الشامس كلها محاصيل استراتيجية لذلك نؤكد على أهمية الارتقاء بنفسك وأنك أنت تحصل المعارف وتكون قادرا على أن تقوم بمجموعة المهارات أو الجدرات التي تكلف بها خلال التقييم لكي تلتحق بفرصة عمل ونعود لنتحدث عن موضوع هذه الحلقة اللي هو التقاوي وأبنائنا وأبنائتنا لما نجي نعرف التقاوي فبنقول إن التقاوي هي أي جزء من أجزاء النبات يستخدم في إكسار عايزك تفصل كده التعريف وتصيغه صياغة كده عشان تدخل في زاكرتك وتفهم اللي احنا هنقوله بعد كده من هذا الموضوع المهم التقاوي هي أي جزء من أجزاء النبات يستخدم في إكساره يعني إيه في إكساره؟ يعني في إعادة دورة الحياة أنا ما بستخدم بزرة بزرحة تديني نبات النبات ده بيديني محصول المحصول ده بناخده علشان نسوأه أو تقوم عليه صناعات أو يصدر للخارج ليه جلب العملة الصعبة اللي احنا في إيه في حاجة إليها آآ بعد كده بنتكلم على إن هذا هذه التقاوي لابد أن تخزن بشكل جيد علشان نحافظ عليها من فترة إنتاجها حتى موسم زراعتها ليه؟ لإن أنا ما باخدش النهاردة المحصول وازرع تاني يوم لا التقاوي بناخدها في موسم وازرعتها في موسم آخر يبقى هنا في فترة هنا زمنية هذه الفترة الزمنية تقتضي مني إن أنا نخزن هذه التقاوي بمعايير خاصة بشروط خاصة باحتياطات خاصة وهذه الشروط وهذه المعايير الهدف منها المحافظة على التقاوي من التلف إن إحنا نحافظ على التقاوي من التلف يعني إن التقاوي دي بتبقى أسعارها عالية إحنا لما بننتج تقاوي خصوصا في مراحل إنتاج التقاوي الأولى اللي إحنا قبل أن توزع على المزارع اللي هي مراحل إنتاج التقاوي المختلفة سواء مرحلات المربي أو الأساس أو المسجلة أو المعتمدة وهنفصل ده تفصيل علشان تفهم التقاوي دي بتجي زي؟ بتنتج زي؟ وهل من حقق أي حد إن هو ينتج تقاوي محاصيل حقل؟ طيب تداول التقاوي بيتم كده بدون قوانين وتشريعات؟ تقاوي محاصيل الحقل بالتحديد بتتم بين المزارعين وبين الأقاليم المختلفة داخل الدولة بدون تشريعات؟ بتنتج بدون تشريعات؟ لا أكيد طبعا فيه تشريعات وقوانين منظمة لإنتاج التقاوي ليه؟ لإن إحنا قلنا في بداية الحلقة لما ليه المحاصيل الزرعية من أهمية استراتيجية إنها محاصيل بتمثل اقتصاد إحنا لما بنتكلم على المحاصيل الحبوب اللي هي بتستخدم في غزاء الإنسان أو إنتاج الخبز اللي بيستخدم فيه الديي سواء محاصيل الحبوب تدخل في غزاء الإنسان مباشرةً زي الأرز أو محاصيل تدخل في الحبوب بتاعتها يتم قحنها لإنتاج الديي اللي هو بيستخدم في صناعات الخبز أو المخبوزات المختلفة أو الماكرونة اللي هي أصناف معينة من القمح اللي هي الأقماح الديورم أو الأقماح الصلدة أو الأقماح التي تحتوي على نسبة جولوتين عالية وده احنا كنا كلمناه بالتفصيل في الفصل الدراسي الأول في وحدة من وحدات المهمة للصف الأول اللي هي وحدة تطبيق الممارسات الزراعية لإنتاج محاصيل الحبوب اللي هو محصول الأمح واتكلمنا فيه بالتفصيل وقلنا إن محصول الأمح فهناك بعض الأصناف تصلح لإنتاج الماكرونة وأصناف تصلح لإنتاج الخبز وإنتاج اللي تصلح لإنتاج الخبز لا تصلح لصناعة الماكرونة وإذا صنعت ففي مشاكل كبيرة جدا في التصنيع وصفات الطهي بتاعتها بتكون مش مناسبة علشان كده احنا بنتكلم في المحاصيل لنعدك إعداد جيد لكي تكتسب المهارات التي تكون قادرا على آدائها وفق معايير الأداء ابقى نرجع تاني علشان نعرف مفهوم التقاوي زي ما هنشوف تلوقتي على شاشتنا التقاوي هي أي جزء من أجزاء النبات يستخدم فيه إكساره سنة بعد أخر يعني إيه؟ ما إحنا مش هنستخدم التقاوي مرة واحدة لا لا إحنا بنزرع النبات بخلال دورة حياته في نهاية دورة حياته بيديني المحصول المحصول ده هوت بناخد منه جزء نعده كتقاوي ونخزنه علشان نعيد زراعة هذا المحصول مرة أخرى في العام القادم ثم العام الذي يليه ثم العام الذي يليه سنوات متتالية تزرع التقاوي لإنتاج المحصول اللي إحنا بنتكلم به وهذه التقاوي طالما إن ما حصلش فيها تغيير في تركبها الوراسي يعني إحنا ما بنقولش إنها تدهورت ما بيحصلش فيها تدهور يعني إن ما قلتش الانتاجية بتاعتها أو حصل فيه تغيير طفرة معينة أو حصل فيه إصابات الصنف بعد ما كان منيع أو مقاوم للأمراض أصبح قابل للإصابة كده هيستوجب مني إن أنا نعيد تأهيل هذه التقاوي ونرفع من كفاءة هذه التقاوي ثم نعيد توزيعها على المزارع مرة أخرى يبقى التقاوي هي أي جزء من أجزاء النبات يستخدم في إكساره سنة بعد أخرى أمثلة التقاوي زي إيه؟ ديني مثال زي إيه؟ هناك الحبوب بعض المحاصيل التقاوي بتاعتها تسمى حبوب وهناك محاصيل التقاوي بتاعتها تسمى بذور وهناك محاصيل تتكاثر بالعقل بالعقل إليه لأجزاء الخضرية وهناك محاصيل تتكاثر بالأبصال أو البصيلات زي محصول البصل أو محصول الثوم والبصل على فكرة يتكاثر بالحبة السوداء اللي هي التقاوي اللي هو أساس إكسار البصل ولكن هناك مراحل متعددة لإنتاجه ولكن الشيء بشيء يذكر لما نيجي تتكلم على التقاوي هناك أمثلة مختلفة للتقاوي منها الحبوب زي محصول الأمح زي محصول الأرز زي محصول الزرع الشامية زي محصول الشعير كل دي محاصيل يطلق عليها حبوب أو البره الحبوب اللي هي يتكون من فلقة واحدة وتغطى قد تغطى من الخارج بغلاف خارجي زي محصول الأرز أو محصول الشعير بعض المحاصيل تستعمل كما هي وبعض المحاصيل يتم معاملتها معاملة أخرى بعد الحصاد زي محصول حبوب محصول الأرز إذا أعدت للاستهلاك يتم نزع القشرة الخارجية لها فيما يسمى بضرب الأرز أو الطبيب أما محصول الشعير فيستخدم على حاله كما هو كامل طيب هناك محاصيل أخرى يمكن أن نعاملها هناك محاصيل أو تقاوي يمكن معاملتها زي ما احنا كنا بنتكلم في معاملة تجهيز التقاوي بعد الزراعة أو معاملات التقاوي زي تسخيم بزرة الأطنة على درجة 58 درجة مئوية قبل الزراعة لمدة معينة تكفي لقتل اليرقات التي قد تصيب المحصول بعد كده اللي هي اليرقات دودة اللوز الأرنفولية أو الشوكية هنا احنا بنعامل بزور الأطنة بدرجة الحرارة العالية على درجة حرارة 58 درجة مئوية لمدة معينة لكي نحمي التقاوي من المسببات الحشرية هناك معاملات أخرى اللي هي معاملة التقاوي بالمطهرات الفطرية زي ما بنعامل يعني إيه؟ بنجيب التقاوي قبل زراعتها مباشرة ويتم معاملتها بالمطهرات الفطرية لحماية هذه التقاوي من الأمراض الفطرية أو من مهاجمة مسببات الأمراض الفطرية هناك معاملة أخرى زي التلقيح البكتيري أما بنتكلم على التلقيح البكتيري لبعض المحاصيل زي محاصيل البقول اللي هي بتزرع في الأراضي البكري يقول لك يفضل يفضل معاملة تقاوي المحاصيل البقولية بالعقدين المناسب أو البكتيريا العقدية المناسب اللي هي اسمها المناسبة اللي هي اسمها التلقيح البكتيري هو في هدف من هذه المعاملات طبعا كل هذه المعاملات تهدف إلى المحافظة على التقاوي من التلف أو عمل على تحسين نمو هذه التقاوي طب إيه علاقة التلقيح البكتيري بنمو التقاوي أو نمو النبات إيه العلاقة بين المطهيرات معاملة التقاوي بالمطهيرات الفطرية بنمو النبات وكمية المحصول في علاقة وسيقة في علاقة وسيقة لما بنقول معاملة التقاوي بالمطاهرات الفطرية زي بزرة القطن قبل الزراعة مباشرة ومعظم المحاصيل الأخرى يمكن معاملتها بالمطاهرات الفطرية ليه؟ لحماية هذه التقاوي من مسببات الأمراض الفطرية التي قد تهاجم المحصول وتسبب له بعض المشاكل خلال نموه وبالتالي بيعاكز ده على الإنتاجية في نهاية حياة المحصول طيب معاملة التقاوي بالبكتيريا العقدية لها علاقة بالنمو والمحصول طبعا لأن البكتيريا العقدية أو العقديم بيساعد في تنشيط تكون العقد البكتيرية أو العقد الجزرية الموجودة على جزر المحاصيل البقولية والتي من أهمها أو من أهميتها أو من وظائفها أو من خصائصها تثبيت الأزود الجو في الطرب كما أنها بتساعد على نمو النبات نموه جيد علشان كده كان في معلومة كده كنا دايما نقولها أنه حينما للتأكد من نشاط العقد الجزرية أو البكتيرية من عملها وأنها تقوم بوظيفتها على أكمل وجه بيتم مناظرة لون البكتيريا العقدية أو الجزرية بنشوف بنقلع نبات في سن مناسب من النباتات البقولية ونشوف عدد العقد البكتيرية أو العقد الجزرية الموجودة على الجزر وبنشوف لون العقد البكتيرية الموجودة على الجزر من دول اتنين بنستدل على النبات هنا بيكون وصل إلى مرحلة مناسبة من تكون العقد البكتيرية يبقى هنا أبنائي وبناتي إحنا لما بنيجي نتكلم على هذه النباتات أو هذه المعاملات للتأوي نقصد بيها أهم المعاملات التي تتم على التأوي بغرض أن إحنا ننشط من نمو النبات ونهيئ أفضل البيئة للنبات زي ما حنشوف الصلايد الموجود على شاشتنا دلوقتي علشان نبدأ مع بعض نراجع ونأكد على المعلومة بتاعتنا اللي هي تعريف التأوي التأوي هي أي جزء من أجزاء النبات يستخدم في إكثاره سنة بعد أخرى ثم نعود لنتحدث عن أمثلة التأوي الحقيقة هناك أمثلة كثيرة للتأوي التأوي منها حبوب ومنها بزور ومنها عقل يبقى لما إحنا نتكلم على التأوي كجزء مهم جدا من أجزاء النبات فإحنا بنتحدث على أن التأوي أي جزء أي جزء بقى من أجزاء النبات يستخدم في إكثاره هذا الجزء على طول يطلق عليه أنه هو تأوي يعني لما يبقى الجزء ده لما نيجي نتكلم على أن التأوي دي جزء من أجزاء النبات حبوب يبقى خلاص يبقى احنا بنقصب بها محاصيل حبوب بزور يبقى نقصب بها محاصيل بزور زي ايه زي محصول القط زي محصول الفول البلدي زي محصول فول الصوية زي محصول الفول السوداني دي كلها ايه بزور او عقل زي محصول قصب السكر يبقى احنا للوقت يا ابنائي وابناتي في صدد ان احنا نتكلم على تعريف محدد للتقاو تعريف محدد ودبالك احنا بنؤكد عليك المعلومة علشان خاطر لما نتجاوز المعلومة دي بأن تفاهم يعني إيه تقاوي تقاوي أي جزء من أجزاء النبات يستخدم في إكثاره عام بعد آخر لما نيجي نقول أمثلة التقاوي هي أمثلة التقاوي كثيرة جدا منها في عندي بعض الأمثلة زي التقاوي زي البزور والحبوب والبقول والعقل طب العقل زي إيه؟ العقل زي محصول الأصب يتكاثر محصول الأصب بالعقل زي محصول الحنة حصول الحنة يتكاثر بالعقل ودي أمثلة لبعض النباتات أو بعض المحاصيل الحقلية التي تتكاثر بالعقل يبقى زي ما احنا شايفين كده أبناء وبناتي على الشاشة بتاعتنا تعريف التقاوي زي ما احنا شايفين كده بنؤكد هوت على المعلومة وعبارة عن أي جزء من أجزاء النبات تستخدم في إكثاره من موسم إلى آخر أمثلة التقاوي حبوب زي الأرز والزرة والأمح والشعير بزور زي الأطن والفول البلدي والبرسيم المصري عقل زي القصب السكر وعندي بالنسبة سمار زي بنجر السكر وقادي الصورة دي بتبين لك بعض نمازج من التقاوي علشان تبقى عارف أمثلة التقاوي لما يعرض عليك كمية من محصول ما علشان تعرف التقاوي يبقى أنت عارف أن في أمثلة حبوب زي ما احنا شايفين كده زي محصول الأرز أو زي محصول الزرة الشامية أو زي محصول الشعير يبقى هنا أمثلة للتقاوي إذا كانت حبوب عندي بالنسبة للتقاوي البزور عندي بزور زي القط أدي بزرة القط أهيت أدي بزور القط وعندي الفول البلدي أو الترمس عندي الفول السوداني عندي البرسيم أنثلة كثيرة جدا للتقاوي البزور بعد كده بنتكلم على العقل العقل زي قصب السكر والثمار زي بنجر السكر وليسميها ثمار هنا ثمار بنجر السكر اللي هي البزرة التي تحتوي على أكثر من جنين اللي هي العديدة الأجنة لأن البنجر هناك منه بزور وحيدة الأجنة وهناك بزور عديدة الأجنة بعد كده أبنائي وبناتي ننتقل إلى سلايد جديد اللي هو موجود قدامنا على شجيتنا ده اللي هي أهمية التقاوي إيه هي أهمية التقاوي؟ الحقيقة لما نجي نستعرض مع بعض أهمية التقاوي زي ما احنا شايفين أول حاجة المحافظة على النوع هنكلم و هنشرح يعني إيه المحافظة على النوع؟ اتنين وسيلة من وسائل تحسين التركيب الوراثي للتقاوي تقوم عليها كثير من الصناعات طبعا مصدر لتغذية الإنسان والحيوان طبعا إحنا بنتكلم على التقاوي اللي هي بتستخدم في الإكثار غير المحصول اللي هو بيخزن وسيلة لانتقال وانتشار نباتات من مكان إلى آخر صفات التقاوي الجيدة احنا علشان نتكلم على التقاوي عرفنا التقاوي وبعدين اتكلمنا على أمثلة للتقاوي ثم تحدثنا بعد ذلك عن صفات التقاوي الجيدة أما نيجي نتكلم على صفات التقاوي الجيدة فقبل ما بنكلم على صفات التقاوي الجيدة بنذكرك بأهمية التقاوي فوائد التقاوي التقاوي دي اللي هي المحاصيل حينما يؤخذ جزء منها وتخزن على اعتبار ان احنا حنعيد بها دورة الحياة فبيقولك من ضمن أهمية التقاوي واحد وسيلة من وسائل اكثار النبات طبعا هي الوسيلة التي تتكاثر بها النبات تسمى تقاوي اتنين هي وسيلة من وسائل التحسين الوراثي يعني ايه تحسين الوراثي يعني الارتقاء بصفات المحصول الجيدة بنؤصل مجموعة من الصفات الوراثية المرغوبة في التقاوي او في البزرة او في التركيب الوراثي وبالتالي بأدية وسيلة من وسائل تحسين التركيب الوراثي وسيلة من وسائل تحسين الانتاج لان انا لو ما كانش عندي لهذا المحصول تقاوي تستخدم في الزراعة حيتظهر هذا المحصول مش هيبه عندي قدرة على انتاج هذه التقاوي تستخدم في التحسين الوراثي بمعنى ايه؟ بمعنى ان اذا كانت هذه المحاصيل تتكاثر بالبزرة فهناك وسيلتيني للتلقيح نعيني اتنين من التلقيح هناك تلقيح خلطي وهناك تلقيح ذاتي وكلاهما يتعلق ايه ابناء وبناتي بالتركيب الوراثي يبقى لما انا نحب نحسن تركيبه الوراثي لمحصول ما برجع لايه؟ برجع للتقاوي بتاعته وبعمل عملية التهجين وانتخاب عملية الانتخاب والتهجين دي الهدف منها تأصيل صفات مرغوبة في التركيب الوراثي يعني ايه؟ يعني بتستخدم نباتات من نفس النوع من اصناف مختلفة تحمل صفات مرغوبة بنعمل لها عملية تزاوج بتستخدم نباتات كاباء نباتات كامهات ونعمل لها عملية ايه؟ تزاوج يعني تهجين التهجين ده باللغة المهندسين الصراعيين التهجين او التزاوج بين هذه الاصناف داخل السلالة او هذه الاصناف داخل النوع الواحد او هذه الاصناف داخل التركيب الوراثي الواحد هذا الصنف الذي يتميز بانه لا تركيب الوراثي انا عايز احسن التركيب الوراثي فاعمل له عملية تهجين مع صنف اخر من نفس النوع انا عايزة عسن التركيب الوراسي اللي محصوله القط يبقى هجيب صنف من اصناف القط يحتوي على صفات مرغوبة فيما عادة صفة معينة عايز انقلها لهذا الصنف يعني ايه صنف كويس جدا جيد النمو جيد الاسمار ولكنه يصاب باصابات مرضية معينة تأتي اهمية التقاو بقى هنا في ان احنا بنعمل عملية تهجين بين هذا الصنف الذي يتميز بانه انتاجيته عالية وبين الصنف الاخر الذي يتميز بانه مقاوم لمرض اللي احنا بنحاول نلقن الصفة بتاعته للتركيب الوراسي الجديد يبقى هنا ظهرت اهمية التقاوي ان احنا بنعمل ايه بنقصل لصفات وراسية مرغوبة بنحسن من التركيب الوراسي لايه ما احنا عرضنا كده اما قلنا ان هناك صنف يتميز بانه عالي الانتاجية عالي الاسمار ولكنه قد يصاب بمرض معين طب انا عايز انقل له هذه الصفة صفة المقاومة لهذا المرض علشان يبقى ايه نحسن من تركيب الوراسي قلنا تأتي اهمية التقاوي هنا ان احنا بنعمل عملية التهجين ما بين هذه الاصناف لكي نحسن من التركيب الوراسي لما نجي نتكلم بقى على باقي اهمية التقاوي فبنتكلم على ان هي في سبيل انتاجها بتحمل المزارع تكاليف عالية وبالتالي فالمحافظة على حيوية هذه التقاوي امر مهم جدا جدا الامر الذي ننتقل الى جزء مهم وهو تخزين هذه التقاوي شروط المخزن وما يراعى في تخزين التقاوي علشان تخزن من فترة انتاجها حتى موسم زراعتها ثم ننتقل بعد ذلك ابنائي وبناتي الى صفات التقاوي الجيدة اولا صفات التقاوي الجيدة لابد ان تكون هذه التقاوي ناضجة فيسيولوجيا وهنكلم يعني ايه ناضجة فيسيولوجيا اتنين ان تكون خالية من بزور الحشاش تلاتة ان تكون خالية من البزور الغريبة اربعة ان تكون هذه التقاوي نسبة انباتها عالية خمسة ان تكون قيمتها الحقيقية عالية او نسبة نقاوتها عالية ان تكون ممثلة للصنف او متجانسة في الشكل والحجم واللون تب نقف بقى عند كل صفة من هذه الصفات لانك انت احنا بنؤهلك لانك تكون مهندس زراعي يبقى اذا ممكن جدا الشركة التي تلتحق بالعمل بها تكلفك بانك انت تكون احد الاعضاء اللي انت هتنزل تشتري تقاوي ولما بتكون الشركة دي بتستثمر في مجال الزراع في مساحات كبيرة فانت مش هتجيب كميات صغيرة من التقاوي وليلة دا انت هتجيب كميات كبيرة ومن هنا لابد ان تكون لديك المعارف الكافية التي تزيدك بالمهارات اللازمة لانك انت تحكم على جودة التقاوي يعني ايه؟ يعني الاول لابد انك انت تعرف ما هي صفات التقاوي الجيدة علشان تقدر تحكم عليه وانت اذا كان عندك القدرة على انك انت تعرف يعني ايه تقاوي جيدة يبقى هتقدر تحكم على جودة هذه التقاوي حينما تعرض عليك يعني انا لو جاي في التقييم بتاعك في هذا المخرج في هذه الجزئية وجبتلك حبوب محصول الماء او بزور محصول الماء ضامرة ضامرة يعني فقدت كمية كبيرة من الرطوبة واصبح شكلها غير طبيعي واصبح لونها غير طبيعي واصبح حجمها غير طبيعي وقلتلك انا عايزك تقيم هذه التقاوي من حيث جودتها ركز معاي انا جبتلك دلوقت عينة من التقاوي وبقولك انا عايزك تديني تقرير عن جودة هذه التقاوي ما قلتلكش عن حيويته لان حيوية التقاوي انت ممكن تستدل على حيوية التقاوي من شكلها الظاهري ومن بعض الاختبارات المعملية زي اختبار الانبات طيب لو انا قلتلك انا بس عايزك تستدل على حيوية على جودة هذه التقاوي الظاهريا يبقى على طول تقول ان تكون هذه التقاوي متجانسة في الشكل يعني متجانسة في الشكل كل تقاوي محصول لكل تقاوي محصول شكل مميز في تقاوي نقول مثلا شكلها كروي تقاوي كلوية تقاوي بيضية شكل البيضة مدببة من احد مستدقة من احد الطرفين زي تقاوي الكتاب او السمسم تقاوي البزرة البيضية زي البيضة كده من ناحية مستديرة من ناحية ومدببة من ناحية زي تقاوي بزرة القط تقاوي مستديرة زي برسيم كلوية زي البرسيم الحجازي حبة زي ايه زي الامح او الشعير او الزرع الشامية لكل تقاوي هنا شكل مميز يميز هذه التقاوي يبقى لما نيجي نتكلم على صفات التقاوي الجيدة زي ما احنا شايفين بنقول ان تكون انتاجيتها عالية ان تكون نسبة انباتها عالية وان تكون كاملة النطج الفيسيولوجي متجانسة في الشكل والحجم واللون خالية من الاصابة الحشرية والمراضية نظيفة خالية من البذور الغريبة وبذور الحشائش نجي نتكلم على الشكلين اللي قدامنا دول ابناء وبنادي دي تقاوي شكل تقاوي هيت ودي شكل تقاوي تانية لما نيجي نميز ما بينهم حنلاقي ان ديت تقاوي متجانسة في الشكل ومتجانسة في اللون ومتجانسة في الحجم اما هذه التقاوي ففيها الوان مختلفة وفيها اشكال مختلفة وفيها احجام مختلفة ومن هنا نحكم على هذه العينة بانها تقاوي جيدة وهذه العينة تقاوي غير جيدة بنيجي نتكلم بعد كده على انواع اخرى من التقاوي نيجي كده نشوف المعروض قدامنا ده ديت بالنسبة لي بزور فول لو انا جبتلك هذا الشكل كده وقلتلك احكم على جودة هذه التقاوي تقول هذه التقاوي تقاوي ايه جيدة طب ديت ديت ليست تقاوي لانها لم تصل الى مرحلة النطج المناسبة ما انفعش اجيب لك بزور فول خضراء وقولك دي تنفع تقاوي لا على طول تقول لي ما انفعش تقاوي لانها لم تصل الى مرحلة النطج المناسبة ديت اللي هي بزور الفول الجافة اللي هي وصلت لمرحلة النطج المناسبة ولذلك يطلق عليها لفظ تقاوي جيدة لانها تحمل صفات التقاوي الجيدة طيب نيجي كده نقارن ما بين هذه العينة والعينة دي نقارن ما بينهم كده طبعا العينة ديت بالنسبة ادهية شايف في فرق كبير جدا ما بين البزور وبعضها في فرق بين اللون وبعضه اما هذه العينة متجانسة علشان كده بنتكلم على ازاي تتعرف على جودة التقاوي مظهريا شكليا طيب بعد كده بنتكلم على مصادر انتاج التقاوي انا عندي ابناء وبناتي المصادر انتاج تقاوي المحاصيل ليست زي مصادر انتاج تقاوي تقاوي الخضر ليه تقاوي الخضر قد تزرع في مساحات صغيرة غير مؤثرة اما تقاوي المحاصيل الحق هي محاصيل استراتيجية تزرع على مساحات كبيرة جدا تمسل اقتصاد القوم علشان كده الجهات المسؤولة عن انتاج التقاوي هي وزارة الزراعة اول مصادر من مصادر التقاوي هي وزارة الزراعة اتنين الجهات العلمية والبحثية تلاتة قد تنتج التقاوي محليا بالمزرعة ولكن بشروطها اربعة الشركات الزراعية المتخصصة في انتاج التقاوي اه اه خمسة اه اه اهم ملحوظة بقى عند انتاج التقاوي محليا يوصى بالاهتمام بطريقة الانتاج والحصاد والتخزين يبقى عندي ابناء وابناتي لما نجي نتكلم على مصادر انتاج التقاوي التقاوي تقاوي تقاوي المحاصيل مصادر انتاجها هي وزارة الزراعة مراكز البحوث والهيئات العلمية والمؤسسات العلمية من حقها تنتج تقاوي لانها مؤسسات معتبرة ومعتمدة مراكز البحوث ايضا الشركات المتخصصة في انتاج التقاوي برضو من ضن الجهات التي تنتج التقاوي قد تنتج التقاوي محليا في المزرعة اللي هي الاكثار المحلي ولكن بشروف معينة تراعة عند انتاج التقاوي نجي نتكلم بعد كده عن اهم المعاملات التي تتم على التقاوي المحاصيل هناك معاملات كثيرة تتم على تقاوي المحاصيل كل هذه المعاملات الهدف منها ابناء وابناتي هو المحافظة على التقاوي او زيادة نسبة الانبات او زيادة نسبة او زيادة او تشجيع النمو وزيادة الناتج النهائي من كمية المحصول من هذه التقاوي ليه لان احنا قلنا التقاوي هي الوحدة التي تتكاثر بها المحاصيل انت بتزرح حبة زرعة واحدة تديك نبات هذا النبات يحمل نورتين مؤنستين اللي هو الكوز يحمل كمية كبيرة من الحبوب طب لو زرعنا حبة حبة امح واحدة او حبة ارز واحدة حبة الامح الواحدة تديك نبات هذا النبات يتفرع مجموعة من الفروع والاشطاء كل نبات يحمل سنبولة كل سنبولة تحتوي على مجموعة من الحبوب طيب لو زرعنا حبة ارز لا يعني حبة الارز تدي لي برضو نبات نفس الكيفية بتاعة الامح النبات ده يخرج في مجموعة من الخلفات والاشطاء هذه الخلفات هي نباتات تحمل كل نبات سنبولة او ده ليه هذه السنابل تحتوي على كمية كبيرة من الحبوب الحباية دي وحدة اكثار وتكاثر واحد يقول له الله هو ايه الفرق بين الاكثار والتكاثر ايه الفرق هي دي بقى المعلومات اللي انت بتستزيد بيها علشان لما تنزل سوق العمل تبقى متميز اكثار يعني التكاثر اكثار يعني زيادة في الحاجة زيادة اكثار بنعمل عملية اكثار ولفظة ده رجاي وقال عليه اكثار لما بنعيد دورة الحياة تتكاثر لا تكاثر بقى ان احنا بنعيد دورة الحياة بنزرع بزرة في نهاية دورة حياة المحصول نحصل على البزرة بس بنحصل عليها بكمية كبيرة اللي هي الاكثار والتكاثر مع بعض بنحصل قلنا الحب بتديني نبات النبات بيديني بيحمل سنبولة او بيحمل دالية او بيحمل نورتين مؤانستين اللي هو كوزين او بيحمل مجموعة من القرون او مجموعة من الكابسولات كل هذا معناه اكثار وتكاثر اكثار يعني زيادة في الحاجة تكاثر يعني ناخد كمية من هذا المنتج لاعادة دورة حياة المحصول وزراعته مرة اخرى في وقت زراعته حينما يأتي الوقت المناسب للزراعة معاملات التقاوي ابنائي وبناتي طب لما التقاوي مهمة او كده هناك معاملات تتم لها نعم زي ايه كل هناك معاملات تشجع على النمو الخضري هناك معاملات تشجع النبات على الانداج على المنتج النهائي او تعظيم المنتج النهائي هناك معاملات تساعد على عملية الزراع او زيادة نسبة ايه الانبات ما نرجع مع بعض على شاشتنا علشان نشوف المعاملات التي تتم على التقاوي اهم هذه المعاملات معاملات بغرض تشجيع انبات البزور زي ما احنا شايفين مع بعض كده معاملات بغرض مقاومة الامراض معاملات بغرض تسهيل عملية الزراعة معاملات تحسين نمو النباتات وزيادة كمية المحصول طبعا هنا كل معاملة هنا بيكون لها غرض هاي معاملات غرض تشجيع انبات البزور معاملات بغرض مقاومة الامراض معاملات بغرض تسهيل عملية الزراعة على سبيل المثال في محصول عندي زي محصول القط هناك بزور بزغب يعني بزغب بتاحها وبزور اخرى منزوعة الزغب البزور لمنزوعة الزغب بتكون انسيابية في الزراعة يمكن استخدامها في الزراعة بالالة الميكانة او الزراعة الالية اما البزور اللي هي فيها زغب دي بتبقى هذه البزور متماسكة مع بعضها مش متماسكة بتبقى متشابكة مع بعضها ليه لان فيها زغب فبزرة القطن منزوعة الزغب بننزع هذا الزغب تبقى البزرة فيه انسيابية في الزراعة سواء الزراعة اليدوية او الزراعة الالية كمان بنتحكم في عدد البزور في الجورة غير البزور اللي هي الملبدة اللي هي فيها الشعيرات بتاعتها وفيها الزغب بتاحها بيعمل ترابط ما بين البزور وبعضها فبيبقى مش من السهل ان انا اتحكم في عدد البزور في كل جورة بنجي نتكلم على هناك معاملات بغرض التشجيع الإنبات لكسر طول السكون زي ما احنا شايفين على شاشتنا كده بنقول تخزين التقاوي لكسر طول السكون معاملة التقاوي بأملاح الأمونيا أو النطرات لحاجة هذه التقاوي للضوء نقع وكامر التقاوي مثل تقاوي محصول الأرز بننقع التقاوي لمدة 12 ساعة ثم يتم كامرها حتى ظهور الريشة أو الجزير استخدام بعض منظمات النمو مثل الكابريلين علشان خطر ننشط من الإنبات وتكوين الجزور المعاملات بحامة الكابريتيك ثم الغسيل بالماء لإزالة الغلاف الجلدي لبعض البزور مثل بزور نباتات البنجر هناك معاملات بغرض مقاومة الأمراض زي ما احنا شايفين كده قدامنا أبنائي وبناتي منها معاملة التقاوي بالمطاهرات الفطرية مثل السرسان وكمت لمقاومة الأمراض الفطرية زي مرض التفحم السائب في القمح وهو من الأمراض الخطيرة التي تسبب أن نوقف التعامل في هذه التقاوي بتاعة الأمحة لشان خاطر أيا كانت تحمل من مسبب من نسبة من المسببات هذا التفحم بيتم وقف التعامل مع هذه التقاوي نقع للأصب بماء دافئ لمدة عشرين دقيقة لمقاومة مرض الاسفرار المقطط ومرض تقزم الخلفة معاملة بزور القطن بالحرارة على درجة خمسة وخمسين درجة مئوية لقتل يرقات دودة اللوز نتكلم بعد كده أبنائي وبناتي عن معاملات بغرض تسهيل عملية الزراعة قلنا زي نزع زغب بزرة القطن بالغمس بحامض الكابريتيك المركز أو بعملية الخربشة اللي هي النزع أو إزالة لزغب القطن من الخارج تجزئة ثمار البنجر المتعددة البزور إلى وحيدة البزور إلى بزور وحيدة الأجنة لكي تسهل عملية الزراعة وتستخدم في الزراعة الآلية هناك معاملات زي ما احنا شايفين على الشاشة أبنائي وبناتي تحسن من نمو النبات وزيادة كمية المحصول زي معاملة النباتات بالعقدين اللي هي البكتيريا العقدية أو التلقيح البكتيري زي أندول حامض الخليك لبعض النباتات للإصراع من النمو ومواجهة الظروف القاسية والغير مناسبة معاملة التقاوي بالعناصر الغذائية زي الكوبلت والنحاس أو الخرصين وبعض الفيتامينات مثل بيتامين بي وجيم هنا بنتحدث عن معاملات إذن احنا بنعامل التقاوي لأن التقاوي ده يعني هي فيها حيوية هي فيها جنين هذا الجنين بيعيد دورة الحياة من جديد زيها زي أي كائن حي علشان كده بنعامل هذه التقاوي معاملات خاصة لتشجيع النمو أو حمايتها من الأمراض أو تشجيع الإنبات أو تشجيع الجزور ليه؟ علشان نحسن من قيمة هذه التقاوي ونعظم من الانتاجية التي تنتجها هذه التقاوي يعني لما نيجي نقول المعاملة بالعقديل أو البكتيريا العقدية وخلط تقاوي المحاصيل الباكولية بالبكتيريا العقدية المناسبة طيب لما نيجي نتكلم على حامض أندول الخليك يتم معاملة بعض التقاوي به كمنظم للنمو أو كمنشط للنمو وليست هرمونات يتم معاملة التقاوي بعد كده ببعض الفيتامينات أو بعض الأحماض أو بعض العناصر الهامة التي تفيد في تشجيع نمو هذه التقاوي ننتقل أبنائي وبناتي بعد كده إلى نقطة مهمة جدا اللي هي علشان نعتمد هذه التقاوي لابد من فحص هذه التقاوي زي ما احنا شايفين كده فحص التقاوي ليه بنفحص التقاوي ويعني ايه فحص التقاوي نتكلم الأول على اللي معروض قدامنا على الشاشة أهمية فحص التقاوي واحد اعتماد البزور لزراعة والتأكد من صراحيتها اتنين حماية المزارع من الغش وتنظيم تداول التقاوي تلاتة تقييم أو حماية الانتاج الزراعي من التدهور تقييم التقاوي وتحديد سعرها مهم جدا جدا لما احنا هنتكلم بعد كده في الدقائق القادمة تتم عملية الفحص داخل محطات فحص وانتاج التقاوي يبقى هنا ابناء وبناتي مهم جدا جدا ان نتحدث عن التأكد من حيوية هذه التقاوي ما احنا اتعرفنا خلال هذه الحلقة عن التقاوي وهمية التقاوي ومراحل انتاج التقاوي بنتكلم بقى على جوزئية مهمة جدا اللي هي فحص التقاوي يعني ايه فحص التقاوي فحص التقاوي يتم عن طريق اختبارات معينة تتم على هذه التقاوي او شفت اي كائن حي كده او احنا لو عايزين الشيك عادي سنقول لك ايه انا هروح اعمل تشيك عامل كده هكشف هشوف اه 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 اتأكد واطمئن على الحالة العامة اه ليا هنا برضو التقاوي اللي انت شايفها دي اللي بتوزع على المزارع لانتاج المحاصيل الحقلية لابد من اختبارها واعتماد هذه التقاوي تقوم تقول لي طيب يا استاذ وضح كلمة اختبار واعتماد ابناء وبناتي شايفين انتو لما بتوصلوا لمرحات التقييم النهائي في سنة تلتة بيتعامل لكو ايه بيتعامل لكو تقييم نهائي نتيجة التقييم النهائي اللي بيكتازه بيعتمد بشهادة بشهادة المؤهل بتاعه بيقولك ده حصل على الشهادة شهادة معتمدة خلاص ده ناجح يمكن ان يلتحق بفرصة العمل تاني لا لم يحقق النتيجة التي تجعله معتمدا للتحاق بفرصة عمل هي بالضبط التقاوي يتم اعتماد التقاوي من خلال فحصها خلال مجموعة من الاختبارات التي تجرى على هذه التقاوي في محطات خاصة تابعة لوزارة الزراعة تسمى محطات فحص واعداد التقاوي تعمل هذه المحطات بمعايير عالمية يعني لو انت سفرت في المانيا او امريكا تلاقي ان التقاوي تعتمد اذا كانت قيمتها الحقيقية اكثر من سبعين في المي في مصر نفس المعايير اذا المعايير معايير عالمية تفحص التقاوي سواء اختبار الفحص اختبار سواء ظاهريا او معمليا اما باختبار النقاوة او اختبار الانبات او اختبار الفحص الحشري هنا الاختبارات الهدف منها ايه ان احنا نقول التقاوي ده هي معتمدة ممكن ان هي تنزل تتوازع على المزارع وتعتمد للزراعة او غير معتمدة يبقى فحص التقاوي مهم جدا جدا علشان نحدد حيوية التقاوي واعتمدها وصلحيتها للزراعة اتنين علشان نحدد سعر التقاوي لان سعر التقاوي يحدد على حسب قيمتها الحقيقية ومن هنا ابناء وبناتي احنا بنقف عند هذه المعلومة اللي هي اهمية فحص التقاوي والاختبارات التي تتم على التقاوي علشان نحدد لها حلقة قادمة خاصة لهذه الجزئية لما لها من اهمية احنا لما نلخص النهاردة ان شاء الله ما عرضنا عليكم ابناء وبناتي على قناتنا قناة مصر التعليم الفني بنتكلم كلمنا هذه الحلقة عن التقاوي تعريف التقاوي اهمية التقاوي جهات فحص التقاوي المعاملات التي تتم على التقاوي الى هنا ابناء وبناتي نكون قد انتهينا من هذه الحلقة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته